جهات غربية كثيرة وإعلام غربي تحدث من أن الفيسبوك كان من أكثر الجهات على الأنترنت والمواقع على الأنترنت التي تبنت الأطروحة الإسرائيلية تبنياً كاملاً وهي تقوم بدعم للصهاينة وتغلق صفحات أو تضعفها أو حسابات لكل أولئك الذين يريدون أن يظهروا الحقيقة أو على الأقل ما يعتقدون أنه الحقيقة وأكيد ما يعتقدون أنه أفعال وخاصة أفعال التوحش الصهيوني فعال التوحش الصهيوني بطاعة الحال هناك جهات داخل الغرب تريد أن لا تظهر هذا التوحش لأنهم يعرفون أنه كلما وصلت الحقائق الوقايع الفارت وصلت إلى شعوبهم في الغرب ونحن نعيش هنا في هذه البلدان الغربية ونعرف هذه الشعوب بشكل أو بآخر كلما وصلت الحقائق لشعوبهم كلما غضبوا وانقلبوا على الكيان الصهيوني وعلى داعمه كثيرين من اليهود بعضهم كانوا صهاينة كثيرين من الغربيين بعضهم كانوا صهاينة وإن لم يكنوا يهودا أصلا غيروا وانقلبوا وأصبحوا الآن من أعداء أعداء الصهاينة والصهيونية يعني لا يمر يوم لا أقرأ فيه مقال أو أشاهد فيه تصريح لسيدة أو لرجل أو لشيخ أو لطالب أو لطالبة يقول أنا كنت متحمس للصهيونية أنا كنت يهودي صهيوني أنا كنت يهودية أريد أن أنضم إلى الجيش إلا أني تغيرت النظرة لي بعد ما شاهد وأشاهد في غزة بالرغم من أنهم لا يشاهدون كل شيء الحقيقة الذي يستطيع أن يشاهد كل شيء هم الذين يتقنون وإحسنون العربية لأن هناك قنوات خاصة قناة الجزيرة تنقل بشكل كبير ما يحدث مع ذلك ما يصل لهم فقط وما يقدم عليه ناشطين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين لغير الأجواء أقرأ قبل قليل وربما نرجع له مقال للفينانشل تايمز تقول من أن الانقسام في الغرب عددت أنواع الانقسامات بسبب غزة ما بين حكومات في حيث تقول أن في الاتحاد الأوروبي مثلا هناك ثلاث مواقف مواقف متعاطف مع الفلسطينيين مواقف متعاطف مع الصهاينة ومواقف يحاول أن يكون في الحيات فهذا لم يكن من قبل الاتحاد الأوروبي كان كله مع الصهاينة وحتى لو كان يكون هنا صوت أو صوتين يتم إخمادهم لأن أصوات الصهاينة كانت عالية جدا إذن هذا انقسام بين الدول وذكرت الفينانشل تايمز مثلا من أن تشيكيا هي من أشد أنصار وهي الحقيقة تشيكيا وهونغاريا الماجر وتشيك هم من أشد أنصار إسرائيل في الاتحاد الأوروبي في حين أن إيرلندا وإسبانيا هم من أشد أنصار فلسطين في الاتحاد الأوروبي وبينهما مواقف متعددة لكن الخطير بالنسبة للصهاينة ولدعميهم في الغرب هو أن اللي عمرهم قلل 29 سنة سواء كانوا في الولايات المتحدة أو في أوروبا لأغلبية العظمى منهم مع الحق الفلسطيني بل أن بعضهم يدعو إلى تفكيك إسرائيل وهذا الكلام أصبح مرعب بالنسبة للصهاينة ودعميهم وقالت Financial Times نفسها قالت أن اللي فوق 45% أو 45 سنة هم في الغالب متعاطفين مع إسرائيل وإن كانت هذه النسب بدأت تنقص حتى من هذا اللي فوق 45 سنة إذن كلما كان الإنسان عنده قدرة على الإطلاع على التواصل شاب يستطيع أن يدخل إلى موقع التواصل الاجتماعي يكون في الجامعات يكون يرى الحقيقة أو يستطيع أن يرى جزء كبير منها فيصبح بطبيعة الأحوال يتعاطف مع الفلسطينيين بل أننا وجدنا لعلكم تابعتم الموضوع الأوسكار هذا أنا ما نتابعش هذه الأشياء في الحقيقة ولكن اللي تمني فيها هي البعد السياسي وجدنا الأوسكار وبعض الممثلين وبعض الأسماء الكبيرة في عالم التمثيل وعالم الفن كما يسمونه يقفون مع فلسطينيين ويدعونا إلى Free Palestine الحرية لفلسطين هذا شيء غير مسبوق هذه المجالات مجالات الفن مجالات المال مجالات الإعلام هذه كانت دائما هي مجالات صهيونية بالطبيعة وبالتعريف أوتوماتيكيا يتعاطفون مع الصهيونية خاصة أن السردية الإسرائيلية حول الهولوكوست كانت سردية يعني هي حقيقية في كثير منها لكنها بالغت أحيانا في الأفلام وفي بعض الكتابات وفي يبارغون بشكل كبير تبعت أمس أو أول أمس أحد المفكرين يقولهم إن إسرائيل تعبث بالهولوكوست بحيث أن الناس ترى أنها هي التي تقوم بهولوكوست ضد الفلسطينيين وبالتالي فإن العالم سينسى الهولوكوست هولوكوست اللي تعرض له اليهود على يد النازيين وسيرى أن الفلسطينيين يتعرضون هولوكوست على يد إسرائيل ومن ثم على يد اليهود ويبدو أنه يهودي وقال أنا بريء من هذا لأن أنا ضد ما تقوم به إسرائيل هذه المتغيرات مهمة جدا وهذا يزعج بشدة يزعج بشدة المؤسسة الحاكمة الدولة العميقة داخل الكائب مش نيتنياهو وابن خفير وسموت ريتش هذو عارفين أن وقتهم سينتهي وربما بعضهم سيدخل السجن أنا أتوقع أن ابن خفير ونتنياهو الاثنين سيدخلون السجن ولو بعد حين إنما القائمين على هذا البناء أن هذا بناء إسرائيل ما هوش بناء لليهود فقط هذا بناء عالمي هذه صناعة عالمية شاركت فيها القوى الكبرى والتحقت بهم من بعد التحق بهم امتحاد السوفيتي ربما الكثيرين لا يعرفون أن الاتحاد السوفيتي هو أول منع طرف أول منع طرف بالكيان الإسرائيلي وفق قرار الأمم المتحدة قرار التقسيم واحد ثمانية واحد اللي أعطاه للإسرائيليين خمسة وخمسين بالمئة من أرض فلسطين التاريخية وحوالي خمسة وربعين بالمئة للفلسطينيين أول منع طرف به هو الاتحاد السوفيتي قبل الولايات المتحدة حتى كل الذين صنعوا ودعموا ووقفوا واستخدموا هذه الدولة الوظيفية إسرائيل هي الدولة الوظيفية هي رئيسة الدول الوظيفية هي الزعيمة الدول الوظيفية كل الذين الآن يرون أن هذا البناء تاحهم وهذه الاستثمارات تاحهم قد تتهدم ولو بعد حين وأن التأثيرات بدعت مثلا قبل قليل أقراب عثل أحد الأفاضل مقطع على الشركة إيطالية تتعلق شركة الكهرباء إحدى الشركات الكهرباء الإيطالية الكبرى قطعت علاقاتها تماما مع شركة كهرباء إسرائيل أو حاجة بهذا المعنى إذن الأمور تتغير في الحقيقة وإن كان الهمجية السوفيونية لم تتوقف حتى في هذا الشهر العظيم الفضيل المقدس لدى المسلمين وكانت بايدن شولتس ماكرون هنا مع كاميرون وغيرهم كانوا كلهم دعوا إسرائيل أن تقوم بالمستحيل لكي لا تقوم بالقتل في رمضان هم يعرفون هذا فهذه قوى استعمارية بريطانيا أو فرنسا أو حتى ألمانيا والولايات المتحدة أو غيرهم هذه قوى استعمارية وتعرف أن رمضان هو يعطي شحنة روحية للمسلمين وخاصة عندما يرون أن أطفالا يموتون من الجوع إنه لم يعد كلام لم يعد كلام هكذا ربما يتضورون جوعا لا لا يموتون إنهم لا يتضورون إنهم يموتون وهم الآن بالعشرات والأرقام الحقيقية هي بالمئات أو بالألاف إنما العشرات الذين ذهبوا إنما العشرات الذين ذهبوا وأمكنهم الدخول إلى المستشفيات المهدمة المدمرة وليس فقط أطفال أطفال ورجال وكبار في السن وصغار يموتون من الجوع كثيرين يعلقون الآن في الغرب يقولوا لم نكن نتوقع أن هذه الأحداث التي كنا نسمع عنها أنها حدثت في القرن في القرن الوسطى في القرن الثامن عشر التاسع عشر حتى ربما في الحرب العالمية الأولى والثانية لم نكن نظن أنها ستحدث في القرن الواحد وعشرين كثيرين يبكون يبكون بنوع من الهيستيريا تبعت بعض اللي يتحدثوا وأحياناً يكونوا بغضب شديد والنساء خاصة يكون بهيستيريا يقول لك غير معقول أن نشاهد أطفال ورضع يموتون من النشوع ومن يقدم على هذا إنها إسرائيل التي كانوا يقدمونها لنا على أنها هي الديمقراطية الوحيدة على أن هي الضحية هي دائماً الضحية والضحية الواحدة أنها في غابة من التوحش هي موجودة إسرائيل وحولها الوحوش وحولها القتل والإرهابيون والمسلمون الإرهابيون والعرب إلى آخره فكثيرين يرون أن الصورة مقلوبة وأن الذي يقوم بالتوحش ويكرر ما أفعال النازية هي إسرائيل وليس الفلسطينيين حتى قضية أنهم قتلوا كذا طفل تلاثين طفل وعلقوا في الحبال واختصبوا النساء ظهرت أنها ليس صحيح وأن ربما واقعتين أو ثلاثة تعلقت بنساء معدى ذلك لم يجدوا غيرها في حين أن الآن في تأكيدات من منظمات أممية أو غير أممية من منظمات حقوقية من أنه تم اقتصاب النساء وتم قتل النساء وتم تعذيب النساء وتم قتل الأطفال وتم اقتصاب بنات أطفال من طرف ما يسمى بالجيش الأكثر أخلاقي في العالم إذا كان هذا هو الجيش الأكثر أخلاقي في العالم فكيف تكون الجيوش أخرى؟ والناس ترى على المباشر كيف يتم هدم البيوت على رؤوس ساكنيها؟ كيف يقتل أولئك الذين يهرولون لعلهم ينتزعون كيس أن تعقمح أو قليل من الماء أو قليل من الآكل؟ كيف تدمر المستشفيات؟ كيف دمرت كل المخابز؟ كيف دمرت كل تقريباً لم يبقى مسجداً قائماً في غزة؟ أكثر من ألف مسجد تم تدمير الجامعات تنسف كاملة مدارس تنسف كاملة مراكز الأنروا التي هي تعالى الأمم المتحدة تنسف بمن فيها؟ مقتل أكثر من 160 من موظفي الأمم المتحدة رقم غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة ومع ذلك أقدم الكيان الصهيوني وسارع إلى دعم بعض الدول باتهام الأنروا إلى درجة نلوليات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وإيطاليا أوقفوا وسويسرا أوقفوا الدعم إلى الأنروا الآن بدأوا يتراجعون لماذا؟ لأنه تبين لهم أن إسرائيل كانت تكذب الأنروا قالت أن إسرائيل عذبت موظفين معنا من أجل أن يعترفوا بأنهم أعضاء في حماس وأن بعض الموظفين الذي أطلق صراحهم قالوا أنهم تعرضوا لعذب النكرة بش يعترفوا أنهم من حماس وهم ليسوا من حماس أو من مقاومة هذا كل ينقل الصورة والصورة الآن تنتقل إلى الشعوب وحكام الشعوب، الشعوب المنطقة الشعوب المنطقة العربية والإسلامية عموما الشعوب ترى أن الحكام بين متخادر جبان وبين متآمر متواطئ في العلن وبعضهم في السر إذا كان السيسي وبن زايد وبن سلمان وعباس يتواطعون في السر والعلن والملك عبد الله إلى آخره فإن آخرين جبناء أو متخفين أو ساكتين أو يشعرون بالعار حكام الجزائر حكام المغرب حاكم تونس وآخرين إذن الموقف في أحسن حالاته جبان ومتخاذل وفي أكثر حالاته متآمر ومتواطئ ومتعاون مع الصهاينة للقضاء على المقاومة إلى درجة خرجت نتنيهو قبل قليل كنت نشوف في مقطع لست أدري ذا المساعد أرسله لي يقول فيه يقول فيه إن ثاني نشوف إلى نقيت المقطع داركم نشوف بلك المساعد يكون عنده يبعثون لي مقطع نتنيهو يقول فيه إن إن حربا هي من أجل كثير من المسلمين إن انتصارنا هو انتصار لكثير من المسلمين ولكثير من أهل غزة نتنيهو يعتقد ذلك إنه ليس مقطع مقطع في قضية غزة ومقطع في قضية كثير من المسلمين هو في الحقيقة العبارة الدقيقة إن حكام المسلمين كثير من حكام المسلمين يريدوننا أن ننتصر لأن هذا انتصار لهم وماذا يريد بن زايد وبن سلمان والسيسي غير انتصار الصهاينة وآخرين نعلمهم أو لا نعلمهم لكن العالم يتغير العالم يتغير ونعتقد أن رمضان هذا ويبقى العلم عند الله لكن هي إحساس شعور ربما تحليل لن يمر رمضان هذا إلا ونحن نرى في أحداث استثنائية قد تغير كل المعطايا إن ثبات وصبر أهل غزة يجعل الآن الولايات المتحدة التي تزعم أنها تريد أن توصل لهم الغذاء يجعلها هي ومعها الإمارات من الخلف خاصة يتآمرون على هالغزة قناعة أن وجود الإمارات فيما يسمى بميناء لغزة ما هو إلا المرة الماضية أذكرت شيء قلت هو عملية الاختراق عملية البحث على فلسطينيين عملاء وإضافة إلى عملية محاولة التهجير الولايات المتحدة تركز على تهجير أهل غزة إلى أوروبا وإلى أماكن أخرى وربما للولايات المتحدة وتغريهم تخيلوا ناس تطعي عليهم القنابل يجي من يقول لك نعطيك بيت ونعطيك سيارة ونعطيك دخل ونعطيك ونأخذك للولايات المتحدة هناك ناس قد تقبل وأشخصيا لا لألومهم لكنني أكبر أولئك الذين يثبتون ويصبرون وهذا هو الواقع لحد الآن في فلسطين وفي غزة لكن دخول الإمارات على الخط وقد تتبعت هذا الموضوع فوجدت أن بعض الإعلام القريب من الإمارات بالضبط ما كان يدور في خلدي وما تحدثت لكم عليه ممكن في اللايب السابق أو لقبله من أن دور الإمارات فيما يسمى بنقل المساعدات عن طريق البحر من قبرص إلى غزة عن طريق البحر مشاركة مع أمريكا وأيضا هذا إلقاء الصناديق الأكل من الجو بالمناسبة قتل عدد من الفلسطينيين والولايات المتحدة تبرأت قالت أنا ما عنديش علاقة بهذا اللي قتلوا بقى إما المصريين أو الإماراتيين لأن الأردنيني أيضا قالوا مش إحنا اللي كنا في الإلقاء هذا لكن مش هذا هو الخطير الخطير أنه قد يكون في تلك الصناديق أشياء للتجسس قد يكون في ذلك الأكل أمور للتسميم لأن شيطان بن زايد توقعوا منه كل شيء لأنه يعرف أنه عدم انتصار لا أقول هزيمة فقط عدم انتصار الصهاينة في غزة هو هزيمة النكرى للمشروع لمشروع الصهاينة العرب اللي يقوده بن زايد وبن سلمان والسيسي معهما فوجدت في أحد جرائدهم جرائد إماراتية تتحدث على أنه قد تكون هناك صحوات فلسطينية آه بالضبط هو ما كان في ذهني وما أشرفت لكم مرة الماضية دون أن نذكر كلمة صحوات قلت أنهم سيحاولون أن يبحثون ويخترقون يأتون بفلسطينيين متواجدين في الإمارات أو في مصر أو في الضفة الغربية أو في أي مكان ويدخلوا بهم باش يبحثوا داخل الفلسطينيين شكون هو اللي مستعد يكون حركي يشكل ما يسمى بالصحوات صحوات بعبارة نحن الجزائرية هي الحركة هي الميليشيات التي تشتغل مع العدو اللي احنا في تاريخنا كان سموا بالحركة أيولئك الجزائريين الذين تعاونوا مع العدو الفرنسي فدور الإمارات وأنا من هنا أحذر إخواني الفلسطينيين وليت توصل لهذه الكلمات بالتأكيد هم يعرفون ويعرفون الدمار والخراب تعالإمارات وعندهم تجربة كبيرة معهم يعني كثير من المقاومين الفلسطينيين ما زالوا موجودين في سجون الإمارات لكن ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ذكروهم بأن دور الإمارات هو أخبث دور كون الصهاين يقومون بما يقومون به فهذا طبيعي لماذا طبيعي؟ لأن هناك أرض وهذه الأرض هي للفلسطينيين أساسا والصهاين بدون تدمير الفلسطينيين سيبقى دائما هناك من يزلن على أوذانهم يقول لهم هذه أرضي ولو بالكلمات فما بالك أن يكون قادر على المقاومة إذن الدور الإماراتي الآن وكما أشارت إليه إحدى صحفهم هذه الصحيفة قالت من أن هناك فلسطينيين متذمرين ومنزعجين وغاضبين من حماس وهم مستعدين الآن أن يشكلوا صحوات ممن قال لك من العشائر والقبائل داخل غزة الغاضبة من حماس هذا هو بالذات الدور الإماراتي الآن الدور الإماراتي طبعا المشرف عليه أحد كبار المجرمين الفلسطينيين اللي يسموه دحلان هو إدخال مئات وربما آلاف من الفلسطينيين عبر البحر لأن دخولهم عبر المعابر نحن نعرف بكي ست معابر خمسة من الجانب الصهيوني وواحدة من الجانب السيسي صهيوني صهاينة العرب هناك دائما شرطة فلسطينية وأمن فلسطيني داخل غزة يعرف من يدخل ومن يخرج لكن دخولهم عبر البحر وفي حالة حالة الحرب والدمار الهائل خاصة في شمال غزة لو يدخلوا دخلوا 2003 وهما فلسطينيين أصلا ما يحتاجون لهجة هم أصلا من أهل غزة يعني بعضهم من أهل غزة وإنما فروا إلى الإمارات أو إلى مصر أو إلى وعودوا شكلهم يعني فإنهم باختسار بسيط يدخلون لتنظيم الصحوات لأن إسرائيل لا تستطيع القيام بعمل الصحوات مباشرة العشائر والقبائل الفلسطينية هناك والعائلات وبمجرد ما يعرف أن اللي يتصل به هو إسرائيلي يرفض هذا عدو هذا يقتل هذا يقتل أبناء هذا دمر لوحياته هذا حطم غزة نهائيا هذا يستعبده منذ أكثر من 75 سنة إذن لو وش يجيبوا لهم يجيبوا لهم عرب وفلسطينيين من الأحسن هذه التجربة مش جديدة المقاومة العراقية لقاومة الغزو الأمريكي تعرضت لخيانات من عند الجهات لكن أخطر جهة أخطر جهة كانت على المقاومة العراقية هي السعودية والإمارات كيف عندما نهار نظام صدام وجيش وكان ينفخ في جيش وكما تسمع شنغريحة اليوم مثلا أو أذناب شنغريحة أو جيش عراقي كان أقوى بكثير من الجيش الذي رأي اليوم تحت شنغريحة على كل حال ومع ذلك نهار نهار في بضعة أسابيع عندما نهار الجيش شعب العراقي خرج يقاوم جزء كبير من الشيعة لم يقاوم لماذا؟ لأن قياداتهم الدينية الحوزات العلمية كما تسمى إلى آخر قالوا لهم صدام كان عدو والأمريكان جاءوا ضد عدونا فعدو عدونا صديق ولو مؤقتا فنحن لن نقاوم الأمريكان بل بالعكس كان الأمريكان في نهاية المطاف جاءوا لوضعوهم لحكم العراق أساسا الشيعة وكثير منهم جاءوا من طهران بالمناسبة وهذا ليس ليس يعني مش سر وعجزة داروا شوية سنة وشوية أكراد وداروا خلطة هكذا لكن الأخطر لم يكنوا الشيعة اللي تحالفوا مع الولايات المتحدة واللي قد يجد لهم الناس يقول لك والله هذا كان صدام يذبحهم فجاءوا الأمريكان فتحالفوا معهم مؤقتا والآن رأم يحاربوا فيهم لكن الأخطر كان دخول السعودية والإمارات على العراقيين السنة لأن وين شكلت المقاومة شكلت عند العراقيين السنة يشكلوا في حدود 40-45% من أهل العراق والأكراد يشكلوا في حدود 4-15% والباقي الشيعة 40-45% أيضا بالمئة ولماذا تشكلت في حدود السنة؟ لأن صدام كان يحسب على السنة بالرغم أن صدام كان علمانيا وكان يقتل السنة كما يقتل الشيعة ويعذب السنة كما يعذب الشيعة يعني اللي ضد مشروعه يدفع ثمن لكن المقاومة العراقية شافت بأن الصدام انتهى وأن هذا عدو لهو الغزو الأمريكي معها 33 دولة وبدأت تقاوم فيه شكون اللي يدخلونهم على الخط دخلوا السعوديين والإماراتيين أساسا وبدأوا يروحوا لقبائل وعشائر عراقية ويقولوا لهم ما تقاوموش أمريكا لكن كان عشائر وقبائل رفضت لكن كان عشائر وقبائل قبلت الدولار الذهب الأموال دبي فناد خمس نجوم سيارات أموال ذخمة عرضوها عليهم قبلوا فالمقاومة العراقية اللي بدأت تقاوم وحققت نتائج ضد الاستعمار الأمريكي بدأت تعاود تلقى خناجر في ظهورها خناجر في ظهورهم بمعنى أن الناس يسكنوا معهم في نفس المدينة مقسمت المدن العراقية الصينية الفلوجة والرمادي وصمراء وموصل وغيرها مقسمت ما بين اللي راح يقاوم في العدو واللي ولا صحوات أي يمشي مع الاستعمار الأمريكي والغربي عموما اللي كان سيطر على العراق وهكذا هذه كانت واحدة مش هذه فقط لكن هذه واحدة من أهم الأسليب أسليب اللي استخدمت لإفشال المقاومة العراقية كان أسليب أخرى دخلت دخلت فيها غلقات وانتاحهم ودخلوا فيها بعض الشيعاء اللي كانوا معا الأمريكان وخلايا لكن أخطر عدو كانت الصحوات التي صنعتها وشاركت في صناعتها الإمارات والسعودية يراد اليوم أن تقوم صحوات في غزة على نفس الطريقة وهذا المسلك البحري باطنه رحمة ظاهره رحمة وباطنه العذاب وباطنه الخيانات وباطنه الغضر خاصة من الإمارات لست أدري إلى أي درجة باش نكونوا منصفين السعودية داخلة في هذا المنظر لو كانت تكون داخلة لا أستبعد ذلك لكن ليس لدي أدلة لحد الآن أما بنسبة الإمارات فهي منخرطة حتى النخاع ولذلك هاهو الإشكال الكبير ألاش الشعوب مرات تتلفلها بركنت ناس مثلاً نحنا في الجزائر لو كان جاه ذا شنغريحا هو الاستعمار الفرنسي مثل الاستعمار الفرنسي كما كان الحال قبل سبعين أو ثمانين سنة واضح الأمور الشعب سيقاوم الاستعمار الفرنسي والجزائري اللي معاه محسوبين مع الاستعمار الفرنسي وهكذا تعاملت معهم الثورة لكن عندما لا ما كانش استعمار واضح كين وكلاء للاستعمار ويظهروا على أنهم وطنيين ومخلصين ومدافين على الوطن وهم ضد الخوانة وكل هذا الخطاب فكين الناس يتلف لهم كين الناس اللي ما يقدرش يفرق ما بين الجزائري الصادق الذي يريد أن تنهض البلاد وتتحرر البلاد من حكم الإجرام والنهب والتدمير والتهميش والفشل والرداء وجزائري اللي يعتقد باللي شينغريحة والجنات اللي معاه هما حمات الديار هما حمات الوطن لأن علىه عشب اللي كله خضر هوا كلهم جزائريين هذون وبعدين شينغريحة واللي معاه عندهم بروباقاندا وعندهم سفارات وقنصليات وقوضات وبوليس ودرك وذباب وأذناب ومخابرات وعلاقات خارجية عندهم عندهم شيء رهيب من الإمكانيات وينبانوا معاهم احنا لكن احنا إن شاء الله معنا الحق في النهاية المطف باش نعاود ونرجع للنقطة إذن هذه هي واحدة طراحة لما أحدثتكم عليها والله يوصل لها بالتحليل يعني ما يخلد في ذهني وأنا نفكر أن هؤلاء يجاين لعمل تأخيانة الآن ذكر وجاء هذا باش واحد ما يقولش ركذكرت صحيفة إماراتية بسح ما قلت مناشي شكون إلى آخره أنا في العادة ما نذكرهمش هذه الصحيفة صحيفة إجرامية انتع مجرمين تع المخابرات الإماراتية لكن هذا المرة نذكرها لهي صحيفة العرب تستطيعون أن تعودون إليها وما يتبعوش كثير الناس لكن في هذه النقطة نذكرها نذكر هذه صحيفة العرب تحدثت وكتبت هل تمهد أخطاء حماس لتشكيل صحوات فلسطينية في غزة الحركة الإسلامية تحذر العشار من التعاون مع إسرائيل واختاش المقال صادر قبل ساعي لدرجة أنه مؤرخ فلاثا في 12 مارس يعني من تاريخ الغد فضمن حديثها تقول لك باللي رأى فيه غضب شعبي كبير وغضب انتع القبائل والعشائر إلى آخره وأن إسرائيل استثمرت في هذا الغضب إسرائيل ما تقدرش تستثمر مع الفلسطينيين لأنها تقتلهم تذبحهم تدمرهم ما تقدرش الفلسطينيين الفلسطيني الذي لا يكره إسرائيل فهو خاين بالمطلق خاصة بعد أحداث غزة إذا كان الآن اليوم أوروبيين مسيحيين هنود يابانيين أستراليين يهود يعترضون على إسرائيل يقومون بأعمال ينتفضون يغضبون يغضبون يقطعون الطرقات يفسدون مسارات أو خطابات المسؤولين يصلوا إلى الكونغرس إلى البيت الأبيض يقومون بكل هذا وهؤلاء لا علاقة لهم ليسوا من سكان غزة ليسوا مسلمين ليسوا عربا ليسوا فلسطينيين فما بالك بالفلسطينيين من طبيعة الأشياء لن يبقى مع الكيان الإسرائيلي أو يستمع له إلا الخواناء المستفيدين واللي يرون أن وجود الكيان الصهيوني هو في خدمتهم هم في خدمته وهو يقدم لهم خدمات يقدم لهم امتيازات عباس وأشكاله ولكن ما كاش غير عباس وأشكاله كان دائما هناك من يمضي مع العدو هذه طبيعة المجتمعات والشعب الحقيقة أن دور الصحوات هذا هو دور إماراتي تريد تستنسخ التجربة السعودية الإماراتية في العراق واللي لعبت دور كبير في إفشال المقاومة العراقية اللي كان من حقها أن تقاوم الاحتلال الأمريكي ونعرف وينتهى العراق مثلما بعد بل بالعكس استثمرت من بعد هذه الصحوات والإمارات والسعودية ودخلت في قضية الشيعة والسنة وأنشأت لها قنوات 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 شيعية تهاجم السنة ككل وقنوات على أساس أنها سنية وهي تمويل إماراتي وسعودي تهاجم الشيعة وأصبحت العراق هي المكان الذي يراد له أن يذبح فيه العراقي العراقي الآخر لأنه يختلف معه في الطائفة هذا الشيعي وهذا السني وحيانا قد يكون بعضهم حكاة ليحتم العراقيين في تلك الفترة أمه سنية وبابا شيعي أمه شيعية وبابا سني لكن يجد روح عليه أن يختار وشفنا حدثت فضاعات مئات الآلاف من الناس ذبحوا وقتلوا خاصة من السنة لأسباب طائفية لعبة السعودية والإمارات بتمويل قنوات تلفزيونية واحدة منهم رأي هنا في لندن تهاجم المجرم أصل تونسي لعبة دور كبير في صب الزيت على النار وفي إشعال الفتنة الطائفية بعد أن أدخلت الصحوات ودارت فتنة ما بين السنة أنفسهم المقاومين أو هذه الصحوات أي العملاء ثم نقلتها بشكل أفضع إلى صراع طائفي شيعي سني وأدى ذلك إلى مقتل مئات الآلاف من العراقيين خاصة من السنة ولكن أيضا قتل الكثير من الشيعة وقتل بعض من الأكراد وإلى آخرهم لأنه بعد اللعب على الطائفة نرى أننا ندرك هذين ترهبين قوسين برك نحن الجزائرين والمغاربة يجمعونها كل شيء نفس الدين نفس الدين نفس الطائفة نفس الطائفة كلنا سنة نفس المذهب نفس المذهب كلنا ماليكية عرب عرب أمازيق أمازيق ألواننا نفسها أشكالنا نفسها قد نختلف شوية في اللهجة هنا أو هناك لكن هاو كاي اللي راي شعل في النيران وراي صوب في الزيت على النار وتجد بعض الناس تجد بعض الناس باسم الموطنجية أو باسم الاستغفال أو الاستهبال أو باسم الاستفادة أو باسم النذباب ينفخ فيها فما بالك أنك تروح للعراق لهو أصلاً سمي على ما تقول الأسطورة أن العراق سمي العراق لتعدد الأعراق العراق فيه عدد كبير من المذاهب الدينية والأديان وإن كان أشهرها الإسلام وقليل من المسيحيين في الأديان وفي الطواف أشهرها السنة والشيعة نحن كينين آخرين وفي القومية أشهرها العرب والأكراد لكن كينين آخرين كينين تركمان وكينين غيرهم وفي الطواف كينين أخرين وخليد كبير من فجأة والاستعمار دائماً سهل هذا وفق قاعدة ديفيزي بوريني ديفايد وكونكر فرق تسود أو تسود هذه هي إذن هذه هي أحد أكبر المخاطر اليوم لتتهدد غزة المقاومة الثابتة الصابرة خلينا نشوف واحد المقطع قبل قليل فقط كنت نشوف فيه أرسل لي أحد الأفاضل وهو هذا شوف أهل غزة شوف شوف أهل غزة 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 إنه لا يجب علينا في العالم لأننا نظرنا لكن ربنا كبير وحينتصر لنا وعن ننصر على كل اللي يريد أن يتخاذنا في ضيئة ويفردوا شيء شوف ذلك الإيمان العميق إن إسرائيل أو أمريكا أو من في الأرض جميعا لن يستطيع أن ينتصر على ناس لديهم هذا الإيمان حتى ولو هزموا ماديا لأن هناك قنابل تطلق عليهم قنابل الطن ونص الطن وآخر تكنولوجيا الغربية لكن لما يخرج يقول لك ربنا كبير وربنا سينصرنا عليهم هذا إيمان عميق لأنه لو كان مجاش إيمان عميق بعد الآن دخليم في الصحر السادس ربما الناس يقولوا أين الله؟ أين ربنا؟ لماذا لا ينصرنا؟ بالمناسبة فيه دعاية ماشية في المواقع التواصل الاجتماعي وفي إسرائيل وفي الإمارات ولماذا رب المسلمين لا ينصرهم؟ وطبعا لما يجيك مرة باسم الإسلام لماذا ربنا ما ينصرناش؟ لكي يدخل شك للناس وربما الإنسان وحده حتى بدون الآخرين ربما يجيه لحظة هكذا يقول لها ربي ما ينصرهمش كيف هربي أعرفهم على حق على ما ينصرهمش؟ لأنه باختصار بسيط اللي يقول هذا الكلام موش فاهم أن القضية هي أبعد من شخص هنا أو هناك من حادثة هنا أو هناك من غزة أو من فلسطين أو من في العالم جميعا وأن القضية مربوطة بمجموعة كبيرة من الأشياء أولها حتى يزلزل الناس في إيمانهم بشيبان الذين صدقوا بشيبان الكاذبين الأمر الثاني أن هذا أن هذه عند الله سبحانه وتعالى دنيا زائلة فالناس كلها ستموت من قتل بقنبلة سيموت ومن قتل وهو في فراش النوم سيموت ومن قتل وهو يرقص سيموت ومن قتل وهو يزه سيموت ومن قتل وهو يتعلم سيموت الناس كلها ستموت وأن هذا امتحان في نهاية المضاف وهو امتحان عظيم جدا بمقتضاه الله سبحانه وتعالى قرر أن هناك جنة خالدة ونار خالدة الإيمان العميق هو اللي يخلي أهل غزة تحت كل هذه الضربات أنهم يقول لك هنا سنبقى في أرضنا وسننتصر لأننا معارفين أن الانتصار إما يجي سريعا في الدنيا وقد يأتي ولكن اللي أعظم الانتصار هو الفوز العظيم في نهاية المطاف في الوقت اللي يموتوا في أهل غزة ره يموت أكثر من مئة ألف شخص في اليوم يموتوا مئة في غزة ويسمع عنهم العالم وتثور عليهم الدنيا وتظهر حقيقة صهيونية وحقيقة الولايات المتحدة وفي نفس الوقت ره يموتوا أكثر من مئة ألف شخص في العائفة في اليوم أكثر بكثير الذين يقتلون بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة أكثر من الذين قتلوا لحد الآن في غزة لكن في فرق بين الثابتين والصابرين والمقاومين والرافضين للعدوان وبين الذين يقتلون بالعبث أو بالإجرام أو بغيره عموما هذا موضوع داخل كاشنهار إن شاء الله سنزيدوا نتكلموا فيه لكن هذا الصمود وهذا الثبات يجب بالنسبة للذين فشلوا في انهيار الشعب الفلسطيني في الأسبوع الأولى كنت بعد شوية أنا دايما أحب أن نتابع من حي لآخر بعض اللقاطات عندهم أو بعض دقائق باش نعرف المسار المواقع والقنوات السعودية والإماراتية بشكل خاص كانت كلها تبث يبغونكم الفتنة يعني كلها تبث في سمومها كلها تبث في أن إسرائي ستنتصر وأن غزة أدخلت الناس في هذا الجحيم وأن هؤلاء يخدموا عند إيران ومازال بعض رح يعودها على المواقع إما فاهم وش رح يدير ومدفوع له أو لأنه يكره أي نفس مقاوم أو لأنه مدفوع له أو لأنه خدام ما زال يقولون ذلك قل لك إسرائيل حماس ودخلت الفلسطينيين وكانوا لبس عليهم وهذه المواقع المرتبطة ببن زايد وبن سلمان بشكل رهيب طبعا كان المواقع الصهيونية أيضا أكيد تنشر في فكر التخذيل الانهزام أن المقاومة هي اللي اددتنا إلى هذا الجحيم لا 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 مش مقاومة اددتك الجحيم إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة هذا البرتغالي اللي ما عندهش علاقة بفلسطينيين ولا المسلمين ولا بيت المقدس ولا الحرامين ولا هم يحزنون يقول إن 7 أكتوبر ليست وليدة 7 أكتوبر إن ما حدث في 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ حتى قامت عليه القيامة يومها من عند الصهاينة وأتباحهم إنه يأتي من 75 سنة من الظلم والقهر إن أول إبادة هذه رأينا نشوف فيها لكن رأي حدث قبل 75 سنة وبالذات في 48 ما بين 48 و 49 حدثت إبادة قتلا فيها مئات الآلاف قتلوا أو جرحوا أو هجروا مئات الآلاف من الفلسطينيين مئات الآلاف في 48 عندما صدر قرار التقسيم 47-48 كان اليهود يمثلون 6% من سكان فلسطين 6% وأكثر من 90% فلسطينيين وحوالي 4% من جنسيات وألوان أخرى بما فيهم الاستعمار البريطاني يومها 6% جوي القسم وعطاهم 55% من الأرض وتسعين بالمئة اللي ساكني في هذه الأرض تم والذلك تسمى النكبة تمت نكبتهم قتلهم مجازر ذبح امتصاب قتل وجرح وهجر المئات من الآلاف من السكان أكثر من نصف سكان فلسطين تاريخية اللي تسمى اليوم إسرائيل تمت الإبادة نتاحهم أو التهجير القصري نتاحهم قبل 75 عام إن الذين انتفضوا في غزة في 7 أكتوبر أكثرهم هم من سكان الملاجئ المخيمات وهذلك منين جاءوا جاءوا من الأرض اللي تسمى اليوم أرض إسرائيل أرض فلسطين 48 إذن هذه التخذيل وأن إيران وراهم ومنش عارف لا 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 إيران عندها حساباتها وعندها والشعب الفلسطيني يقاوم قبل أن تقوم إيران هذه اللي قايم اليوم بدايتهم 79 الشعب الفلسطيني تعرض لواحدة من أعظم العمليات الإجرامية والإرهابية في التاريخ وهنا نشوفها الآن على المباشر لم تعد مكتوبة نقرأها كتاريخ إنما نشوفها على المباشر ونسمع صهاينة على المباشر ماذا يقولون طالك حيوانات نمنع عنهم الماء والأكل والشرب وكل شيء هذا في حد ذاته يتناقط مع كل قوانين الدولية يتناقط مع كل منطق الإنساني والضمير الإنساني إذن من الذي يكشف الصهيونية غزة؟ من الذي يكشف بن سلمان وبن زايد والسيسي بهذه الفضاعة؟ غزة من الذي يكشف النفاق والعدوان الغربي على فلسطين؟ غزة من الذي يكشف بعض النخب؟ غزة من الذي يكشف أصحاب ما قولت مع فلسطين ظالمة أو مظلومة؟ غزة غزة يستعري كل هؤلاء المنافقين والمجرمين والخبثاء أينما كانوا غزة كان يجب أن يحدث حدث عالمي مثل هذا غزة تقسم الغرب تقسم الأحزاب تقسم الحكومات تقسم الاتحاد الأوروبي تقسم الشعوب غزة يميل لها أصحاب الحق بغض النظر على أديانهم وطوائفهم وعراقهم وللغاتهم ويعاديها أصحاب الباطل بغض النظر على أديانهم وعلى طوائفهم وقد وجدنا منهم من ألواننا وعلى رأسهم بن زايد وبن سلمان والسيسي وأذنابهم وأتباحهم مثل السوديس وغيرهم اليوم خرجت المخابرات الأمريكية لكي تقول الاستخبارات الأمريكية حماس يمكنها المقاومة لسنوات هذا ليس ليس واحد متعاطف مع المقاومة أو موقع تابع لهم أو مناصر لهم إنها المخابرات الأمريكية إنها CIA واش قالت CIA التقرير السنوي لاستخبارات الأمريكية إسرائيل مصممة على تدمير حماس ومن المحتمل أن تواجه مقاومة من الحركة لسنوات عديدة قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتناهو وأن يتنياهو على البقاء زعيما لإتلافه الحاكم من اليمين المتطرف في خطر عدم الثقة بقدرة نتناهو على الحكم يتعمق ونتوقع احتجاجات كبيرة للمطالبة باستقالته هذا عنوين إذا شئنا لتقرير سنوي استخبارات الأمريكية ربما إن شاء الله غدا نطلعه كاليه كاملا ونتكلموا عليه في اللايف القادم اللي هو بعد الغد طبعا اليونيسيف تابع الأطفال منظمة الأممية هذه تابع الأطفال قالت الفضائع الذي يتعرض لها أطفال في غزة لا يمكن وصفها بيرنز هذا زعيم أو مدير ماذا يقول بداء العدم التوصل الاتفاق أسوأ للمدنيين والرهائن هذا أنتع السياي المدير وكات الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز يقول بداء العدم التوصل الاتفاق ستكون أسوأ للمدنيين الأبرياء في غزة وللرهائن وعائلاتهم سنواصل العمل بجد من أجل التوصل الاتفاق ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه دمان نجاح ذلك إلى آخره إلى آخره استخبارات الأمريكية أيضا قالت في تقريرها فإن إيران وحزب الله لا يريدون تسعيد الصراع هذه حقيقة نعم للإنصاف إيران تقدم دعم للمقاومة سأتمثل فيما يقوم به الحوثيين اللي هما أنصار أو أتباع إيران أو ما يقوم بحزب الله أو ما يقوم بآخرين تقدم لكن إيران عند خطوطها الحمر وعند حساباتها وأنا اللي تابعني هنا قلت هذا من اليوم بسبوع الأول قلت أن إيران وكررتها أكثر مرة لن تدخل في حرب من أجل غزة قد تدخل في حرب من أجل حزب الله نعم لأن حزب الله يعتبر بالنسبة إليها كنز استراتيجي أما المقاومة في غزة فهو تحالف بحيث أن يشتركون في قصومتهم مع الكين الصهيوني فإيران اللي تعرضت لضربات كثيرة على يد الكين الصهيوني ترى أنه من الطبيعي أن تدعم المنظمات التي تقاوم الكين الصهيوني فتضعف إسرائيل وتضعف ضرباتها لإيران وأيضا كاين في إيران من هو يحب فلسطين ويدافع عن فلسطين ويقاوم فلسطين ولكن الاستراتيجية الدولة الإيرانية هي أن لا تذهب في خصومة تؤدي إلى أن يتم قصفها من طرف الولايات المتحدة أو من طرف إسرائيل ونقلها لأحد المقربين منهم في الأسبوع الثاني التقيته كنت نشتري في حاجات فقال لي وهو شيعيم إيراني قال لي لن ندخل في حرب من أجل غزة أولا لأنه ما عندناش سلاح نووي ونحن نريد أن نحصل على السلاح النووي لعله يكون في الصيف هذا وهذا محتمل جدا إيران قد تحصل على سلاح نووي من هنا إلى نهاية العام على أقصى تقدير إلى الصيف 2025 عندها في حدود سنة إذا لم يتم قصفها بطريقة الحال قصف كل ما هو نووي وإن كان إيران تعلمت من الدروس اللي حدثت للعراق ولسوريا فهي الآن سلاح النووي اللي راي تصنع فيه راي تصنع فيه تحت الجبال ومرات تحت مئات الأمطار تحت الجبال بمعنى حتى تلك القنابل المدمرة تعالى تعالى الولايات المتحدة اللي استخدمت في أفغانستان ما يعرف بالكارب بومبينغ كارب بومبينغ هذا يعني يحرق كل شيء يهدم جبال يهدمها لكن هم استخدموا الآن راي نفوذهم معروف هذا عند الجهات المتخصصة تعالى في جبال غارقة أحيانا بمئات الأمطار تحت الجبال وجبل كامل يغطي فنفيش سلاح يقدر يهدم هذلك الجبل إلا السلاح النووي وإذا مضت الولايات المتحدة أو إسرائيل استخدم السلاح النووي فهذا يعني أننا قد نذهب إلى حرب عالمية ثالثة خاصة ضمن الصراعات اللي قايمة مع الصين واللي قايمة مع الروس إلى آخرها دائما ضمن لكن معنا وقت باش نشوف دائما ضمن بعض المعلومات اللي صادرها اليوم من حول الملف بايدن يقول لا عملية عسكرية بدون رفح بيرفح بدون خطة لأمن المدنيين الأمريكان الآن يبدو أنهم شعروا وكنا شفنا قبل ثلاث أيام كان فيه ميكرو مفتوح لما ألقى بايدن خطاب حول الاتحاد وتحدث مع أحد المناصرين تعه من النواب الديمقراطيين كان يتحدث معه وكان الميكرو مفتوح فقال له كيف الأمور مع ناتنيال قال له سيئة وقال له أن يقتله to come to Jesus to come to Jesus هذه العبارة طبعا ترجمتها الحرفية هي أن تأتي إلى المسيح مسيح سيدنا عيسى عليه السلام لقنا إياه العبارة هذه تقال to come to Jesus عندما يكون هناك ناس بيناتهم بعض الإشكالات بيناتهم قلق يحبوه يحلوه يقولوا ينفروها إذا حبينا احنا بالدرجة نتاعنا نقول لك أروح نجتمعه باش نفروها كان عبارة بالفرنسوية يقول لك كوروفي لابسي تستعمل هذه come to Jesus أي ره بيناتنا خصومة ره بيناتنا تعال إلى اجتماع جدي ومفتوح نكشفه فيه قاعد الخلاق بيناتنا باش نوصل إلى حل وصرح بعدها بايدن طبعا بعد كان الحارس أمامه بسرعة قل وره الميكرو مفتوح فغلقوا الميكرو لكن صرح بايدن بعدها بيوم قال لهم نتنياهو يدير الأمر بشكل ضد المصالح الإسرائيلية هذا هو الخلاف واضاف بايدن قال أنا سادعم إسرائيل تحت أي ظرف لن نوقف السلاح ما فيش خط أحمر لكن أنا نقول للإسرائيليين بأن وقلتها لنيتنياهو بأن طريقتكم في إدارة الحرب خاطئة وقال أنه عندما اجتمع بهم في الأسبوع الأول بعد 7 أكتوبر قالهم ما ترتكبوش الأخطاء اللي ارتكبتها الولايات المتحدة حتى أن أحد كبار المسؤولين اللي كان مجتمع معاهم أعتقد وزير دفاع قالوا أنتم سيد الرئيس أنتم ألقيتم القنابة النووية على اليابان ووضعتم ألمانيا مدن ألمانيا هدمتها هدما كاملا قتل فيها عشرات الألاف وربما مئات الألاف من الأشخاص وأنت تطلب مننا أن لا نفعل ذلك قالوا لذلك قامت الأمم المتحدة أمم المتحدة قامت بعدما اكتشفنا لأن الولايات المتحدة لعبت دور كبير في قيام الأمم المتحدة قالوا عندما اكتشفنا أننا ارتكبنا أخطاء فادحة لذلك قامت الأمم المتحدة حتى لا تتكرر هذه الأخطاء سواء في ألمانيا أو كما فعلنا في ألمانيا أو في اليابان وقالوا تجربتنا القريبة في العراق وفي أفغانستان تقول أن ما قمنا به كان خاطئا وإذا أنتم قمتم بما قمنا به في العراق وفي أفغانستان ستنتهو إلى نفس النتيجة نفس المقدمات نفس النتائج ويبدو أنهم ذاهبين إلى نفس النتائج العراق اليوم في 80% تحت النفوذ الإيراني وأفغانستان استعادتها طالبان كاملة 100% إذن عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا وجرحوا والآلاف الذين انتحروا آلاف المليارات حوالي سبعة ما بين سبعة وتسعة آلاف مليار دولار إذا صدقنا ترامب 11 ألف مليار دولار ضاعت وضعف الولايات المتحدة التي كانت في نهاية القرن العشرين بعد انهيال اتحاد السوفيتي ظهرت إلى درجة أن واحد منهم وأصله ياباني اسمه فوكوياما كتب نهاية التاريخ بعد انهيال اتحاد السوفيتي قال لك خلاص ليبرالية الرأسمالية الغربي انتصرت وهو انتصار سيظل إلى أن يريث الله الأرض ومن عليه طبعا هو ربما مش مؤمن حتى قال لك إلى نهاية التاريخ خلاص هذا انتصار نهائي للغرب على العالم أجمع بعد انهيال الامبراطورية السوفيتي طبعا امبراطورية السوفيتي أكثر من السلاح الأمريكي والبريطاني والفرضسي مجتمعين كانت الامبراطورية باعتمت عنه الكلمة مع ذلك انهارت بالمناسبة أحد أهم أسباب انهيار الامبراطورية السوفيتي هي دخولها أفغانستان بايدن لما خرج من أفغانستان في 2021 وهاجموا ترامب هجوم شديد خرج وقال أن أفغانستان هي مقبرة الامبراطوريات وكان صادقا في ذلك فقد هدمت إلى حد كبير الامبراطورية البريطانية أضعفتها في حربين قرن 19 وقرن 20 ثم الامبراطورية السوفيتي ثم الامبراطورية الأمريكية على الأقل خرج منهزمين في نهاية المطاف الشعوب التي تقاوم لا تنهزم قد تنهزم في معركة في اثنين في ثلاثة حدث معنا نحن كجزائريين ستين سنة الأولى معارك معدو كان لديه أفضل منا في كل شيء في التكنولوجيا في البارود في السلاح وانهزمت المقاومات الشعبية إلى حين بعد ستين سنة أخرى قامت ثورة 54 العظيمة وليتشرفنا جميعاً تشرف كل مسلم وكل أمازيغي وكل عربي وكل مغاربي وكل إفريقي وكل إنسان يعني مرات نسمع بعض إخواننا سواء هم أو ذباب يتحدث باسم المغاربة وكأنهم يتجمع الثورة الجزائرية الثورة الجزائرية هي مفخرة لنا جميعاً مش كجزائريين كمغاربيين كأمازيغ كعرب كأفارقة كمسلمين كناس أصحاب ضمير والثورة الجزائرية ساهم فيها كثير من أحرار المغرب وتونس ومصر وليبيا ومن جهاء وسوريا وفرنسا كثير من الأحرار فعجباً لا تمس لأنه لا تعني الجزائرين أحدهم الجزائرين يرى فيهم المليح والقبيح مثل التوانسا ومثل المغاربة ومثل المصار ومثل الماريكان ومثل الهند ومثل من دروش على القبيح نأخذه عليه موقف هذه ثورة كانت لكل الإنسانية والدليل موقف محمد الخامس رحمه الله كثير من الشوارع في الجزائر تسمى محمد الخامس واحد من أهم الشوارع في العاصمة يسمى محمد الخامس لأن محمد الخامس وقف مع الثورة الجزائرية وقف من أروع ما يكون ربما نروح فقط النقطة قلت لكم قد أشير لها باش نروح للملف الجزائري كتب أحدهم من الصهاينة كتب مقال يقول فيه وهذا التوصيف هو اسمه إيريس لعال إيريس لعال في هارتس كتب يقول كيف تشوهت روايتنا إلى درجة أن رواية الفلسطينيين فازت يتبين أن الصورة والتقارير من غزة لا تعرض وجهنا الجميل أو ظهور المخلص لإسرائيل في محكمة الجنايات الدولية المصادقة المصادقة على بناء ثلاثة سبعين وحدة سكنية في الظفة الغربية يمكن أن تنقل في المستقبل إلى عقوبات وأوامر اعتقال التحقيق ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية مستمر ويتبين أن العالم قد نفذ صبره الردود على إفعال إسرائيل تغير في كل مجالات يجب تسمية الميناء الذي سيقيمه الأمريكيون في غزة على أسم بن قفير ومجموعة الكهانيين المؤيدين له والتي منعت إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية بتعهد من الوزير بعدم تدخل الشرطة في نشاطهم ماذا يخطر ببال العالم عن اليهود الذين يمنعون إدخال الغذاء للأطفال الجائعين ماذا يخطر ببال العالم عن اليهود الذين يمنعون دخول إدخال الغذاء للأطفال الجائعين سؤال هذا مش محير سؤال هذا مدمر على المدى البعيد وحتى من الآن تظهر نتائجه المدمرة وعن أي خاحام من الصهيونية الدنيا يقول بأنه حسب الشريعة يجب أن نقتل في غزة حتى الأطفال والشيوخ خرج أحد خاماتهم قبل أسبوع مش أول مرة لكن قبل أسبوع زاد ظهر من جديد قال لهم يجب أن نقتل كل من يوجد في غزة قالوا له لماذا؟ قال لهم لأن الأطفال سيكبرون ويقاتلوننا فهنا هذا الصحفي أو الكاتب يتساءل يقول لك العالم الخارجي كيف سيرانها؟ عندما يرى شخصياتنا الدينية زعماتنا الدينية تقول أنه يجب قتل الأطفال والشيوخ عن آخرهم في غزة حتى في برلين إسرائيل لم تعد الضحية النموذجية صديق الذي يعيش هناك وشاهد كيف بسقوا على وجه صديقه في الميترو هذا الصديق توقف أن تكلم باللغة العبرية في الفضاء العام أي أن اليهود هذا يتكلم على الصديق يهودي في ألمانيا ألمانيا طبعا مؤالية في المطلق نتيجة لعقدة الهولوكوست للصهيونية لكن بدأ الأمر يتغير يقول الكاتب هذا أن الصديق له في الميترو بسقوا على وجهه بسقوا على وجهه صديقه إلى درجة أنه لم يعود يتكلم قد يكن يتكلم بالعبرية فعرفوه يهودي في الفضاء صديقي الذي حضرت أحد العروض صديقتي التي حضرت أحد العروض قالت لي أن أحد الفرق نزلت من المنصة على خلفية شعار فلسطين حرة على صوت تسفيق الجمهور في برلين أحد أصدقائي ويعيش في أوروبا منذ سنوات كثيرة يفحص إذا كان من الأفضل إزارة المزوزة وهي تميمة توراتية عن باب الشقة يدير حاجاتها يقضع الباب تمائم هذه وأن يتقلها إلى الداخل حين خاف من مجرد التفكير في ذلك صديق آخر وهو صحف يهودي بريطاني يعيش في إيرلندا أرسل لي مقالا كتبه وكان يوشك أن ينشره في آيرش تايمز وفيه وصف معاناة أن تكون يهوديا في إيرلندا في بداية الحرب لكنه سحب المقال لأنه لن يقدر على مواجهة الردود التهديدية التي كان من المؤكد أنه سيتلقاها ويمضي ليقول أن صورتهم صورة اليهود تشوهت بشكل فضيع وفضيع جدا كنت أريد أن أعود أيضا إلى الحاخام هذا تالحريدين لقالهم إذا تدون إلى الخدمة العسكرية سنغادر إسرائيل كلها لكن هذا موضوع حاب نعلق عليه بشكل موسع لأنه يطرح فكرة أخرى أبعد وهي كيف أن هؤلاء الذين يسكنون ما يسمى بإسرائيل أي فلسطين المسروقة والمسلوبة في الحقيقة كلهم عندهم بدائل كلهم عندهم بدائل وبالتالي بمجرد الضغط عليهم يبدوا يهدوا بأنهم سيغادرهم هذا يوسف إسحاق زعيم الحريديم اللي هما يشكلوا حوالي 15% من السكان يعني أكثر من مليون في إسرائيل مليون يهودي قال لهم لو كنت تفرضوا علينا الخدمة العسكرية نغادر جميعا طبعا هذا الزلزال وخرجت كي يسبوك كي يوقفو معاك لأنه لو كانوا يغادروا هذا المليون هذا المليون هم الذين يتوالدون لو كانوا يغادروا هذا المليون يعني ينهار مباشرة يصبح الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين إذا أخذنا الضفة الغربية وغزة مع ما يسمى بإسرائيل وتكون كارثة بالنسبة إليهم لأنهم هم هذون اللي يجيبوا ما بين 7 إلى 9 أطفال فكل أسرة هؤلاء هم متدينين لكن هؤلاء ما يحبوش يدير ولا شيء يبقى الذكر منهم يدرس الشريعة التوراتية بتاعهم هم بين قوسين إلى أن يبلغ الأربعين سنة تخيل حتى الربعين سنة وانت لا تدرس شيء إلا الشريعة التوراتية تاعه وتلقاهم عندهم الألبسة معينة ويضعوه أشياء معينة إلى آخره طبعا مش اليهود اللي يبسوا ذلك اللباس متعددين لكن الحريدين هنا نتكلم عليهم ربما نخلي هذا الموضوع إن شاء الله لللايف القادم